مرحبا بكم متتبعي قناة تعلم والسفيد في حصة جديدة ودرس جديد درس هذه الحصة هو إعراب المثنى إذن سنتعرف في هذا الدرس على كيفية صياغة المثنى ثم إعراب المثنى بما يرفع المثنى بما ينصب وبما يجر إذن بداية ما هو المثنى إذن المثنى هو ما دل على ثنين أو ثنتين مثلا كتاب إذن كتاب كيف سنصوغ منها المثنى إذن لصياغة المثنى من كلمة كتاب نضيف لها ألف ونون مكسورة أو ياء ساكنة ونون مكسورة هكذا فنقول كتاب لاحظوا كتاب كتاباني إذن كتاباني أو كتابين كتابيني كتابيني إذن كتاب كتاباني أو كتابيني إذن أضفنا لها ألف ونون مكسورة أو ياء ونون مكسورة إذن هنا كتاباني وكتابين وكتابيني فهو يدل على ثنين أي على المثنى إذن يدل على ثنين أي يدل على المثنى ثم قد يدل على ثنتين إذن مثلا ما الدرسات إذن لاحظوا ما الدرسات إذن لصياغة المثنى منها نضيف لها ألف ونون مكسورة أو ياء ساكنة ونون مكسورة ونحذف هذه التاء أو عفوا نعوضها بتاء مبسوطة هكذا فنصوغ منها المثنى فنقول مدرسة إذن مدرسة مدرستاني إذن نضيف لها ألف ونون مكسورة إذن هذا مثنى أو مدرستيني إذن مدرستيني إذن هنا مدرستاني أو مدرستيني فهو يدل على ثنتين أي يدل على المثنى كذلك إذن دائما نطبق هذه القاعدة لصياغة المثنى من أي اسم نضيف له ألف ونون مكسورة أو ياء ساكنة ونون مكسورة ولدينا أمثلة هنا في الكتاب إذن لدينا أمر أمراني إذن لاحظوا ماذا أضفنا هنا أضفنا ألف ونون مكسورة إذن زيد في آخر الإسم المفرد ألف ونون مكسورة أمرين إذن هنا أضفنا للمفرد يأساكنة ونون مكسورة ثم البالغ البالغين إذن هنا أضفنا يأساكنة ونون مكسورة كما نلاحظ للمفرد البالغان هنا أضفنا ألف ونون مكسورة في آخر الإسم المفرد لتكويني المثنى إذن الآن سنتعرف على إعراب المثنى إذن بما يرفع بما ينصب وبما يجر إذن ممكن أن نلاحظ الأمثلة اللي عندنا هنا في الكتاب إذن لاحظوا عندنا هنا في حالة الإفراد يعاني البالغ السمنة إذن ما يهمنا في هاته الجملة هو كلمة البالغ إذن البالغ جاءت فاعل الفاعل إذا رفع بحركة ظاهرة فإنه يرفع بالضم وهو الواقع هنا إذن البالغ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم لكن في حالة التثنية أو في حالة المثنى وقلنا يعاني البالغان السمنة إذن البالغان هنا فاعل وهنا هل رفع بالضم كما في السابق لا ليس كذلك بل رفع بحرف الحرف الذي رفع به هنا هو الألف إذن المثنى يرفع بالألف كما هو الشأن هنا إذن البالغان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لماذا؟ لأنه مثنى ثم في حالة النصب لاحظوا هذه الجملة لدينا السمنة تصيب البالغة إذن البالغة هذا مفرد جاء مفعولا به المفعول به كما نعلم إذا رفع بحركة ظاهرة يرفع بالفتحة لكن إذا كان المفعول به مثنى هل يرفع بالفتحة؟ هذا ما سنتعرف عليه في المثال الموالي السمنة تصيب البالغين إذن لاحظوا البالغين هنا مفعول به لكن هل رفع بالفتحة؟ ليس كذلك لماذا؟ لأنه مثنى بل رفع بالياء إذن البالغين هنا مفعول به أو عفو النصب عفو النصب بالياء إذن المثنى هنا جاء مفعولا به والمفعول به كما نعلم دائما يكون منصوبا وهنا نصب بالياء نصب بالياء لأنه مثنى إذن سنتج على أن المثنى ينصب بالياء إذن قلنا يرفع بالألف وينصب بالياء دائما إذن هذا المثنى أما في حالة الجر لاحظوا معي ينبغي للبالغ لاحتياط إذن كلمة البالغ فهي جاءت اسما مجرورا والاسم المجرور إذا جر بحركة ظاهرة فهو يجر بالكسرة إذن اسم مجرور بالكسرة لأنه مفرد وممكن أن يجر حتى في حالة الجمع لكن هنا نتحدث عن الجر بحركة ظاهرة إذن جر بالكسرة أما في حالة المثنى لاحظ ينبغي للبالغين لاحتياط إذن البالغين أيضا هذا اسم مجرور لكن ما هي علامة جره إذن علامة جره هي الياء إذن جر بالياء لماذا لأنه مثنى ممكن أن نضيف أمثلة أخرى مثلا سنأخذ هذه الجملة إن التلميذين مجتهداني إذن لاحظوا فهذه الجملة لدينا إذن إن هذا ناسخ حرفي ينصب اسمه ويرفع خبره وعندنا التلميذين لاحظوا التلميذين هنا جاء منصوبا وعلامة نصبه هي الياء لماذا لأنه مثنى إذن التلميذين قلنا هذا اسم إن ودائما اسم النواسخ الحرفية فهو ينصى إذن اسم إن هنا منصوب علامة نصبه هي الياء إذن منصوب بالياء لماذا لأنه مثن ثم مجتهدان إذن مجتهدان هذا خبر إن وإن قلنا من نواسخ الحرفية والنواسخ الحرفية دائما يكون خبرها مرفوعا هنا بما رفع إذن لاحظوا مجتهدان إذن هنا رفع بالألف إذن رفع بالألف إذن سنقول مجتهدان إذن هذا خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف إذن مرفوع بالألف إذن من هذا الجملة أيضا ممكن نأكد القاعدة اللي هي أن المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء جملة ثانية وزعت الجائزتين على المتفوقين إذن لاحظوا الجائزتين وزعت ماذا وزعت الجائزتين إذن الجائزتين هنا مفعول به إذن المفعول به يكون منصوبا وهنا بما نصب نصب بالياء لماذا لأنه مثنى عندنا مثنى إذن مفعول به منصوب بالياء لماذا لأنه مثنى عندنا هنا أيضا على المتفوقين إذن عندنا هنا حرف جر إذن هذا المتفوقين سيكون اسم مجرور إذن بما جر الإسم المجرور هنا؟ إذن جر بلياء المتفوقين لماذا؟ لأننا عندنا هنا المثنى إذن جر بلياء إذن اسم مجرور بلياء لماذا؟ لأنه مثنى طبعا إذن من هذا المثال سنأكد القاعدة التي تقول أن المثنى ينصب بالياء وأيضا يجر أيضا بالياء إذن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء والمثال الموالي لدينا بات المريضان متألمين إذن لاحظوا أن هنا بات إذن هذا بات هذا ناسخ فعلي والنواسخ الفعلية ترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها إذن هنا المريضان هذا سيكون اسم بات اسم بات قلنا يكون مرفوعا لكن بما رفع هنا إذن لاحظوا المريضان هذا مثنى إذن المثنى يرفع بالألف إذن بهذا الألف إذن مرفوع بالألف لأنه مثنى ولدينا متألمين إذن متألمين كذلك هذا مثنى وهو خبر بات وخبر بات قلنا يكون منصوبا إذن هنقول هذا خبر بات قلنا خبر بات يكون دائما منصوبا لكن بما نصب هنا نصب بالياء إذن خبر بات منصوب بالياء إذن من كل هذا نستنتج على أن المثنى يرفع بالألف وينصاب حال هنا وهنا وهنا ينصب بالياء وكذلك يجر بالياء إذن يرفع المثنى بالألف وينصاب ويجر بالياء إذن هذه القاعدة التي يمكن استخلاصها من هذا الدرس الآن سنقف على التطبيق إذن لدينا أحدد الإسم المثنى في الجملتين الآتيتين وأعربهما لدينا أعطيت الهدية للمحتاجين إذن المثنى هنا هو كلمة المحتاجين بحلها بحل البالغين ثم قرأت كتابين إذن قرأت ماذا قرأت كتابين تصيب السمنة البالغين إذن المثنى هو كتابين كيف سنعربهما إذن أعطيت الهدية للمحتاجين إذن هذا للمحتاجين اللي قلنا هو المثنى إذن اللام هنا حرف جر ثم المحتاجين إذن هذا اسم مجرور وعلامة جره هي الياء لأنه مثنى إذن اسم مجرور وعلامة جره الياء لماذا؟ لأنه مثنى ثم كلمة كتابين كتابين قرأت كتابين قرأت ماذا؟ كتابين إذن كتابين هنا مفعول به والمفعول به قلنا دائما يكون منصوبا إذن مفعول به منصوب بما نصب منصوب بالياء لماذا؟ لأنه مثنى كتابين رها متنى منصوب بالياء لأنه مثنى كذلك إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس مفعول به